اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ضرورة الحفاظ على الثقافة والتراث والمقاومات الحضارية التي شكلت ولا تزال ملامح وهوية المجتمع البحريني والاهتمام بتأصيل القيم الثقافية وربط الاجيال بتاريخ وطنهم ليكون الدافع لهم لصناعة انجازات تكون مع مر الازمان ارثا حضاريا يحكي عن قصص نجاح ابناء البحرين نعم ما نوه سموه بالجهود التي بذلت في مسألة الترمية الثقافية والتي دعمت النجاح في تسجيل عدد من المعالم التراثية البحرينية ضمن قائمة التراث العالمي لافتا سموه الى ما تطمه ارض البحرين من اثار تشهد على ازدهارها الحضاري على مر التاريخ والازمنة تتطلب مواصلة جهود التنقيب عنها جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية وبحضر سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ خليفة بن احمد بن عبدالله الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والاثار حيث اكد سموه على اهمية مواصلة الاهتمام بالمشروعات التي تعزز موقع مملكة البحرين الثقافي والتاريخي والترويج لمقاوماتها الثقافية لتنمية السياحة الثقافية في المملكة مشيرا سموه الى ان تلبية متطلبات التنمية ومشاريع البناء والتطوير مستمرة والتوجيه بان يتم رعاة الحفاظ على المعالم والارث الحضاري للمناطق التاريخية يتؤكد سموه اهمية الفن كأحد العناصر الثقافية وبدوره المؤثر في التواصل مع العالم لافتا سموه الى اهمية مواصلة الاهتمام بالفنان البحريني لما يطلع به عبر اعماله الفنية من دور في نقل الصورة الحضارية والتطور التنموي لمملكة البحرين من جهته عرب رئيس هيئة البحرين للثقافة والاثار عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مشيدا بدعم سموه لقطاع الثقافة والاثار